موسيقى السلام عليكم ورحمة الله قال الحق جل وعلا في القرآن الكريم في سورة النساء يخاطب في مخلوقاته من البشر اللي هما أحنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم يبدأ الموت اللي هربين منه وخيفين منه جاين جاين وما عنا وين هربين ولو كان نبدأه في بروج مشيدة واشنين هي البروج المشيدة قال الإمام البيضاوي في تفسيره هي القصور أو الحصون المرتفعة وقالها الشاعر عنتر ابن شدات فالموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو شيدته بالجندل والجندل هو الحجارة العظيمة لكن يقول القائل أعليش لا مفر من الموت لأن المولى عز وجل جعل الموت حق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم صدق الله العظيم واش قال المثل لا راحة في الدنيا ولا سلامة من الخلق ولا نجاة من الموت لكن الله غالب سيد ابن آدم دي ما علقته مع الموت علقة خوف وعلاقة رهبة واش قال المتنبي نحن بن الموت فما بالنا نعاف ما لا بد من شربه تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هن من كسبه فهذه الأرواح من جوه وهذه الأجسام من تربه وحديثنا قياس وربي جعلنا وإياكم من خيار الناس أحكال متصوف الفارسي فاريد الدين العطار في الكتاب الإلهي في علم التصوف اللي عزرائيل ملك الموت وقباط برواحه مشان هار من نهارات السيدنا سليمان وجالسه في الإيوان متاعه قعد بحذاء في عرشه قعدة كاملة هو يخزر ويثبت ويعاود ويدقق في راجل قاعد مقابل سيدنا سليمان الراجل هذا مسكين ترعب ووجهه تقلب ولبه عرق الغلبة عزرائيل قعد يثبت فيه معناها يا دنيا تبقى على خيره بالسلامة الراجل خاف خاف من الموت اللي الناس الكل يحاولوا بش يهربوا منها قال أنا زادة خلينا حاول نهرب من الموت ايش بش يعمل ايش بش يعمل امشان سيدنا سليمان عليه السلام اللي المولى عز وجل سبحانه وتعالى سخر له الرياح وقالوا يا سليمان قالوا اؤمر الرياح بش تنفخ وتهزني البقعة بعيدة وتجيبني في بلاد اخرى اللي عزرائيل ما ينجمش يخلط علي المولى عز وجل ايش قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وسخرنا له الريحة تجري بامره رخاء حيث اصاب صدق الله العظيم سيدنا سليمان امر الريح نفخت في السيد هذيك طيرته كالعجاجة هو الكرسي متاعه وهزدته من بلاد فارس لبلاد الهند كي وصل لبلاد الهند قال الله الله هوني لا ثم عزرائيل يذوب لك كنينك ولا ثمم لك موت يقول لك هيا وينك من غدوة عزرائيل عليه السلام ارجع العرش سيدنا سليمان سئلوا سليمان عليه السلام يا ملك الموت قالوا عليش البارح عينيك مرشقة ومركوزة في هاك الراجل اللي قاعد مقابلني من جملة الناس الكل اجاوبوا عزرائيل قالوا يا سليمان البارح الحضرة الالهية اصدر منها امر يومتها باش نقبل ذروح هيك الراجل من غدوة في بلاد الهند اللي كانت بعيدة وهو في الوقت هذيك كان قاعد بحذاك قاعدت متعجب قلت كيفيش باش يوصل لبلاد الهند اللي يحب له مسافة يوم وليلة وليحب له مسافة اكثر من هكا على ظهر الناجا وكان الامر كما قدر الله من غدوة اقبضت لروحه في بلاد الهند اللي المولى عز وجل قدره باش يموت فيها واش قال الحق جل وعلا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا صدق الله العظيم واش معناها كتابا مؤجلا قال الامام البيضاوي في انوار التنزيل اي كتابا مؤقتا عنده اجل معين لا يتقدم ولا يتأخر وصدق رب العزة وهو اصدق القائلين حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم ورب ان شاء الله يختمنا بالصالحات ويتوفانا في اطيب الاوقات على احسن الحالات قائلين لاهجين لا اله الا الله محمد رسول الله موسيقى